لمدة سبعين سنة كان فيه ملايكا بيت شفاعة لو انت تصل في المسيح تخلق برا الكمفرط زوم بتاعك بقى ادعوكم للحبية وانتوا تقولوا نور ما تخلينا ماشتحين موسيقى بسم الااب والابن والروح الكدس الاله الواحد امين احنا في سفر اشعية اصحاح 28 كنا وصلنا للنص الاصحاح لو تفتكروا كنا نتكلم من الاول اية 14 ربنا كان بيكلم رجال يهوزة الكهنة والانبياء وقال لهم في اية 7 ولكن هؤلاء ايضا ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر الكاهن والنبي ترنح بالمسكر شيء صعب ان يكون قادة المجتمع قادة الدنيين الكاهن والنبي ترنح بالمسكر يعني مش في وعيهم سكرانين يا اما سكرانين باللزة يا اما سكرانين بالمشاغل ما هو برضو سمها خمار العالم خمار العالم وهموم هذا الضهر سيد المسيح استعمل اللفظ ده اللي هي لما تكون يعني ما تجيش تقولي الحمدلله انا ما تجيش نيحت الخمر ما انت ممكن ما تجيش نيحت الخمر ولكنك شغال في شغلانة انت سكران بيها يعني ومشغول بيها للونهار فكأنك زيك زي السكران عشان كده جاي ربنا في آية 14 بقى بيقول لذلك اسمعوا كلام الرب يا رجال الهز سماهم رجال الهز لانهم بيستهزئوا بيستهزئوا بالمقدسات اللي بين ايديهم وبيضلوا شعب ارشاليم خلي بالكم هذه كلها تحذيرات لشعب ارشاليم تدهب شعب السامرة ودلع من السامرة على ارشاليم وحيبقى بقية الاسححات كلها الارشاليم وقلنا هيبقى فيه ست ويلات من اصعب الويلات حتى رقم ستة نفسه رقم صعب زي ما اتفقنا فهي ويلات للشر اسمعوا كلام الرب يا رجال الهز صعب قوي ان يتقال عليهم رجال الهز هالرجال الهز لانهم مش قد الدعوة او مش قد المقدسات اللي في ايديهم هل هم لما بيجوا يوعزوا الناس بيستهزئوا بكلام ربنا فيه ناس كتير كده على فكرة يعني فيه ناس يستهزئوا بالكلام اللي في ايديهم زي ما قلنا مجلس المستهزئين ولات هذا الشعب الذي في ارشاليم واضح الوصف بتاع مين اللي بنيكلم عليهم ولات هذا الشعب الذي في ارشاليم لانكم قلتم هم قالوا ايه بقى قد عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا ميثاقا مع الهاوية طبعا بص الكلام عميد جدا نخلي بالك يعني ممكن تاخده بمستوات كتيرة زي ما قال اوريجانوس تاخده بالمستوى التاريخي تاخده بالمستوى الروحي تاخده بالمستوى المسياني مستوى المسيح بالمستوى التاريخي فعلا اللي حصل ان ارشاليم علشان تهرب من الزحف اللي جاي عليها مرة من اشور ومرة من بابل كانت للأسف بتلجأ انها تعمل تحالفات مع مصر مرة مع كوش مرة تاني اللي هي اسيوبيا كانت ساعتها لها قوتها وكان الجيوش في الوقت ده كل جيش عامل نفسه نيك نيم عامل نفسه اسم رعب عارف عاملة زي ايه اللي منكم بيفهم في الكورة يعني فرق الكورة واخد اسامي يعني يقول لك الفراعنة ده الجيش المصري اسود نيجيريا على اعتبر ان نيجيريا فيها اسود مش عارف شياطين جنوب افريقيا فريق جنوب افريقيا مسمى نفسه فريق الشياطين فريق نيجيريا مسمى نفسه فريق الاسود فكأنه ليه عشان لما يلعبوا مباراة قدام براين يقول لك اسود نيجيريا تتقابل مع فراعنة مصر زمان بقى ما كانش في منشط الكورة لا ده كانت في الجيوش فكان بعض الجيش اللي بيتعاملوا معها كان اسمه الموت طبعا جيش يسمى نفسه الموت يعني لو جالك هذا الجيش كأنه جالك الايه جالك الموت وجيش تاني مسمى نفسه الهوية وجيش تالت مسمى نفسه الصوت الجارف الصوت الجارف يعني اللاسوعة من غير حساب ما هو كلمة صوت يعني معناها كرباج وجارف يعني معناها من غير عدد لأنه المفروض كان زمان لما تعرف في الإنجيل أي عقوبة جلدك هتلازم تبقى ايه محددة تسعة وتلاتين زي ما قال بوليس الرسول كذا مرة والسيد المسيح برضو جولت تسعة وتلاتين جلدة فده بقى لسوعة من غير حساب عشان كده هم بيقولوا احنا مش خايفين من ربنا بتاعكم ده ده مين الانبياء والكهنة بيقولوا احنا مش خايفين من ربنا ليه احنا مؤمنين نفسينا مع مين؟ مع بعض التحالفات اللي هو جيش الموت و جيش الهوية ده الظرف التاريخي على الظرف الروحي بقى فعلا في ناس مش هممها ربنا لأنها استسلمت للموت واستسلمت للهوية تلاقي ناس كتير يقولك يا عم يا سيدي بتشرب مخدرات ليه يا سيدي واقع في الخمرة ليه يقولك يا موتة ولا اكتر هيجراننا ايه؟ خلاص احنا رايحين رايحين نستمتع بالدنيا وفقدنا امل في الحال الابدي في ناس كده واخدها هزء واخدها ترياء يعني انا بفتكر مرة انا عائل زغير وكون التلفزيون شغال وبعدين حد يعني قعد بيتفرج وعمالي يشرب في السجاير فبقوله يعني يا عمه حرام السجاير اللي بتحرق صدرك دي فرد علي قال لي سيبك سيبك ما هو هنموت اللي هنموت بالسجاير من غير السجاير هنموت وبعدين قال لي ايه رأيك في الست اللي بتغني دي فانا سكت فبيقولي هو الغنى حرام ولا حلال وانا عائل زغير مش عارف ارد عليه طبعا فقلت له مش عارف يعني فرح قال لي طب هي مش حرام واحدة ست جميلة زي كده ربنا يدخلها النار ده انا لو من ربنا قبل ما دخلها النار هفكر يعني هفكر ازاي احرق الحاجة الحلوة دي طبعا انا كان منطق خلاني انا كعائل صغير ده دور رجال الهزء اسف في الكلمة بقى رجال الهزء تلاقي بعد كده حكاوي بقى يعني زي ما ابونا داود لمع مرة في وعظة من وعظاته بيقول انه جاله ولد شاب وقال لي ابونا ما تحاولش تخليني ابط المخدرات لانه انا لما بشب مخدرات بحس ان انا هاي مع ربنا وبحس ان انا لما بصلي بصلي صلاة يعني بمزاج فبرضو دا كلام الهزء واخد بالك دي بناس اللي بتحاول تبرر الحاجات الغلط بطريقة غير عادية عشان كده دول ناس عملوا معاهدة مع الموت وكأنه يعني معاهدة مع الموت طبعا معروف انه في الادب العالمي في جوتا عمل عمل قصة خالدة اسمها قصة فوست فوست دا راجل كان عايش حياته بالطول والعرض وحصل انه عمل معاهدة مع الشيطان انه يبقى بتاعه وانه كده كده الشيطان ياخد روحه بعد الموت فابتدى بقى الشيطان يسهله الفلوس ويسهله اللزة ويسهله انه يعمل شرور ويطلع منها زي الشعرة من العجينة لكن جيه فوست دا قرر انه يتوب فالشيطان بيحاول يرجعه مرة تاني مقدرش عليه الشيطان بالوساوس فالشيطان قرر انه ياخد جسد صاحبه صاحبه دا كان شرير زيه وكان معاه في عملية شريرة مات صاحبه بالسكينة فهو بعد ما دفن صاحبه رجع البيت بس لا صاحبه موجود في البيت قصة خيالية يعني فقالوا لا انا مش دفنتك قالوا لا انا الشيطان بس بصراحة يعني ملقتش غير انه اتجسد علشان اغريك اكتر واكتر فانا اخدت جسد صاحبك واركبت فيها طبعا الكلام دا غير وقعي بس واريكو ازاي انه ابتدى الشيطان بقى طول المسرحية او طول القصة الرواية بتاعت جوتا يحاول يغري فوست دا انه يرجع للعهد بتاعه لان فوست دا عمل عهد مع الايه مع الموت وميثاقا مع الهوية في ناس بيعد عنكم بتسلم حياتها للشيطان بصورة او باخرى انما نقدر نقول انه في السيد المسيح دا المستوى التالت في السيد المسيح كل البشرية كانت عاملة عهد مع الموت مش كده برضو ولا ايه وكان الموت دا عامل زي الوحش اللي بينهش في حد مين يهرب من الموت يعني مين يهرب من الموت جه السيد المسيح بموته وبقيامته قال اين شوكتك يا موت واين غلبتك يا هوية هما كلمتين هم عهدا مع الموت وميثاقا مع الهوية هما دول اللي انتصر عليهم المسيح واصبح الشيطان مالوش سلطة على الانسان واصبح الموت والهوية لا يخيف الانسان لانه ربنا بنفسه انتصر عليهم هتاخدها بالتلات مستويات عموما هو شعب ارشاليم عمل عهد مع بعض الجيوش جيش الموت وجيش الهوية لكن ربنا بيقول لهم انتو عاملين ميثاق مع الموت ومع الهوية انا هاجي بالصوت الجارف الصوت الجارف ده على فكرة ممكن يكون تاريخيا اللي هو جيش بابل لان جيش بابل كان اسمه جيش الصوت الجارف اللي سوعه من غير حساب ولكن ده رمز لعقاب ربنا لان اللي عمله ميثاق مع الموت وعهدا مع الهوية حييجي ربنا بعقابه في يوم الدينونة ويبقى ساعتها اسمه الصوت الايه الصوت الجارف طبعا احنا يعني عاوزو اقولوكو واحنا بندرس اشعية لان احنا مسيحيين ولان احنا قدامنا التاريخ برمته من ادم لحد ما جيء المسيح المسيحي كده المسيحي عايش التاريخ كله في اللحظة عايش التاريخ كله عشان كده نتبتيجو القداس تقولو لانك خلقتنا يا الله العظيم الابد اللي زي جابه للانسان ولما سقطنا لم تتركنا عنك الى الانقضاء مش كده تجسدت وتأنست وصلبت وقمت من بين الاموات وحددت يوما للايه للمجازة الذي تأتي فيه فكأننا بنيجي نعيش من اول ادم لحد المسيح ما يجي كله قداس من اول ادم فالتاريخ قدامنا انا بقولي الكلام ده ليه لان لما بافتح البايبل بتاع اليهود الجوش الصدي بايبل فاشعية بالذات بقى لقيهم مركزين في الحتة التاريخية بس ليه هما لسه عايشين في جيش بابل وارشاليم يا سيدي القصة ابعد من بابل وابعد احنا مش قاعدين هنا في حص التاريخ احنا مش قاعدين عشان نقول لكم قص التاريخ وانه جيش بابل راح لحد مش عارف ايه ومعارفش يغلب البلدي وغلب البلدي ده كل دي دوشة احنا في غنى عنها وفي ناس كانت بتكره حصة التاريخ يعني زي العامة اعرف كده ناس في تلك جغرافيا كانوا وحشين قوي كنت عادة اشح للعيال بعد المدرس ما يمشي لانهما مش طيقين المدرس حتى سيدنا البابا شنودة كان دايما يقول جغرافيا دي دخلها في دماغي ما بتدخلش يعني ساعات بتبقى حاجات دمات قيل احنا مش قاعدين في حص التاريخ احنا قاعدين في حصة مصير في حصة حياتنا الابدية نكون او لا نكون لانكم قد قلتم قد عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا ميثاقا مع الهوية الصوت الجارف اللي جايلكم اذا عبر لا يأتينا هما بيقولوا النفسيهم كده الجيش بتاع بتاع باب الصوت الجارف مش هيعد علينا ومش هيقدر علينا لاننا جعلنا الكذب الكذب ملجأنا وبالغش استطرنا هو ده حلهم حلهم وكانهم بيقولوا احنا بنكذب على نفسينا وبنغش نفسينا الناس اللي فاكرة يقول لك يعني يا ربنا هيعمل ايه اهي الدنيا وتعدي يبقى انت عايش في كذبة كبيرة احنا مش وحشين او يعني احنا عملنا ايه يعني لا قتلنا ولا زنينا ولا لا مش ده المستوى اللي طالبه منك ربنا هل انت واحد من اتباعه هل انت فعلا بتطبق الاية يعني اتبعني هلما ورائي هل انت فعلا عايش زي سيدك ينبغي انه كما زهلك اذاك نسلك نحن ايضا ولا انت بالكذب بتخدع نفسك وبيبقى ملجأ ليك وبالغش تستطر مين دي ايه دي اية جميلة جعلنا الكذب ملجأنا وبالغش استطرنا مفيش احلى انك تعيش في الحق وواحد بس هو القال عن نفسه انا هو الحق والحياة والطريق الوحيد انما علشان تغدع نفسك باي حاجة تاني انت في الاخر هتلاقي نفسك تعريت هكذا يقول السيد الرب طبعا الوضع سيء جدا في ارشاليم الكهنة والانبياء بيترنحوا بالخمر الشعب طبعا هتلوموا في ايه اذا كان سادة القوم كده عشان كده مفيش حل غير حل جزري هكذا يقول السيد الرب ها انا اؤسس في صهيون حجرا حجر امتحان حجر زاوية كريما اساسا مؤسسا من امن لا يهرب ايه ده ايه ده على طول كده طبعا عارفين انتم انه من اسماء السيد المسيح انه حجر الايه حجر الزاوية بس خلي بالكوا بقى عشان ناخد لان الحتة دي يعني لو خدناها بالهدوء هنكتشف كنوز في السطر هكذا يقول السيد الرب طبعا لما يقول السيد الرب يبقى الكلام هنا كلام رسمي هانذا اؤسس في صهيون صهيون اللي هي ارشاليم اللي هو جبل الهيكل يعني العبادة حجرا حجر امتحان يعني ايه حجر امتحان هي الحقيقة الترجمة حجر قد امتحن حجر قد امتحن ليه لان البنة لما بيجي يبني بالحجارة يمسك الحجر الاول ويشوف ايه الاحجار انواع فلازم يتطمن ان الحجر ده حجر ايه نوعه زي ما هو عاوز ان فيه احجار جيرية فيه احجار طينية فيه احجار زي الجرانيت فلازم البنة الشاطر يمتحن واحيانا يخبط عليه بشكوش حديد علشان من صوت الرنة يعرف الحجر ده كله جرانيت ولا مخلوط ولا ايه لانه انت هتبني عليه بنى يستمر لمئات بل الاف السنين فلازم تفهم نوع الحجر يعني مثلا الاهرامات اللي انتوا شايفين الاهرامات دي اللي انتوا شايفينه ده مش ده الهرم الهرم كان مبني بحجر جير اللي هو معمول منه بيوتنا القديمة فاكريني السلالم بتاعت بيوت القديمة السلالم الصفرة هي هي نفس الحجر اللي اتعامل منه الاهرامات ولكن اتغطى الهرم باحجار الجرانيت فكأنه فيه انواع من الاحجار وعشان كده في الزلازل لما قامت الزلازل اللي وقع الاحجار الاهرامات ولسه موجودة الاحجار اللي بتسموها الاحجار بتاعت تورا فلازم الحجر يمتحن طب هو السيد المسيح امتحن طبعا امتحن من الشيطان على الجبل وامتحن بالألام كلها امتحن ووجد ذكيا عشان كده السيد المسيح لما يقول يعني تعلموا مني مش بيقول تعلموا مني عشان انا ربنا تعلموا مني لاننا مثال كامل للانسانية قبل ما يكون يعني القلوها طبعا مش بيقول ربنا يقول تعلم مني تقول يا رب ده انت اله وانا ايه وانا انسان ده انت ابدي وانا زائل ده انت الله القدوس وانا الانسان المصنوع من الطراب لكن المسيح بيقول لك اتعلم مني كانسان وضع لنا مثالا وضع لنا مثالا لكي نتبعه عشان كده المسيح هدف و نمشي عليه وتم امتحانه ونجح في الامتحان وجد زكيا رجل اوجاع مختبر الحزن مش كده ولا ايه اطاع حتى الموت موت الصليب وقف يقول ان اردت ان تعبر عني هذه الكأس ده علشان يورينا انه لم يدع لهوته يتدخل في انه يتحمل الالام وإلا يبقى كل اللي قدامنا ده تمثيلية وهو بقى ربنا ونحن ما نعرفش نعمل زيه ونبعد المسافات بيننا وبينه لكن لما نعرف ان هو تحمل هذا كانسان وبيطلب منك انك تبقى شكله كما ابيكم يعني لكي تكون اولاد ابيكم نبقى اولاده بالظبط لازم نعمل زيه عشان كده هو حجر امتحان يعني حجر تم امتحانه حجر زاوية كريما حجر زاوية كريما حجر زاوية بصوا بقى حجر الزاوية ده هو بيبقى بوشين وبيبقى الحجر ده أملس جدا واللي بيحصل انه هما لما بيعملوا الارشات الارشات الكبيرة دي اللي هو المدورة دي بيطلعوا بالحيطة من هنا ويطلعوا بالحيطة من هنا فيقعدوا ويطلعوا بحيطة ويخشوا الجوة ويطلعوا بحيطة ويخشوا الجوة لحد ما يكون فيه ايه يكون فيه حجر في الوسط هو ده اللي بيثبط الارش ده حجر الزاوية اللي بيزبط الحيطة دي على الحيطة دي يبقى حطين ما كانوش ممكن يتقابلوا إلا لو تقابلوا فين في حجر الزاوية بحيس إنه القرش تتحط دي تزبط ولو بيبنوا قبة بيطلعوا برضو بكل بيطلعوا مدماج ورا مدماج البنوية يسموها مدماج لحد ما تفضل حجر في الوسط لو تحط تزبط القبة كلها وتمسك نفسها لحد ما المونة تجف وتبقى قبة سليمة تعيش ألاف السنين بسبب الحجر اللي فوق يبقى إما حجر يزبط البناء كله الذي استأتوا إليه تجدونه حجر حيا مبنيين إحنا مبنيين كحجارة حية وهو يسوع نفسه حجر الزاوية أو الحطين اللي ما كانوش ممكن يتقابلوا مع بعض يتقابلوا فيه مين الحطين اللي ما كانوش ممكن يتقابلوا مع بعض اليهود والأمم السمعيين والأرضيين ما كانوش ممكن بتوع السماء يتقابلوا مع بعض الأرض هو فيه الوحيد فيه المصالحة هو اللي صالح الأرضيين مع السمعيين واليهود مع الأمم هو الحجر اللي لهو الشين زي هتتكلم اللي هو اللهوت والنسوت ولكنهم ممتزجين سوري هم متحدين بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير فهو لهو الشين لكن هو حجر واحد طبيعة واحدة لكن هو اللي بيجمع الحيطة دي مع الحيطة دي حجر زاوية كريم طبعا السيد المسيح جي بعد كده وقال الحجر هنشوف بقى الكلام ده كل ده ممكن لو تحبوا نخش في الإنجيل كله عشان نشوف موضوع حجر الزاوية ده بس أنا عاوز أقول لكم حاجة لطيفة يمكن مش كتير يعرفوها كلمة حجر باللغة العبرية كلمة حجر معناها بنا بنا لانه اللي بيتعامل مع الحجر دايما بيسموه ايه البنا فجاية من كلمة بنا لانه الحجر بنعمل بيه ايه بنعمل بيه البنا فسموه بنا وكلمة زاوية أبهن فبنا وأبهن بنا وأبهن اللي بيحصل ايه بقى اللي بيحصل انه لما بتيجي تبني حيطة كل الحجر زي بعضها مظبوط فيلاقوا حجر كبير كده وغريب فيعملوا فيه ايه يقوموا وقولك ايه ارمي بعيد الحجر ده خويتنا كل ما نيجي ناخده نلاقيه مش ايه مش زي بقية الاحجار لحد ما يطلعوا بالقرش ده ويطلعوا بالقرش ده وهما فوق والبنا بتبقى شدت اعصاب شدت اعصاب كان واحد صاحبي مهندس يوم ما يعمل يصب الاسمنت او يعمل الاحجار ده تلاقيه عصب جدا ولما كنت اقوله كان يشخط فيه مش عاوز حد ييجي جنبه عاوز يتطمن انه الصبه هتتصب صح او الحجار هتتعمل صح فلما بيطلعوا فوق بيدوروا على الحجر بيدوروا على الايه الحجر اللي هو بنا اوف بامان بنا اوف بامان ما هي اسمها بامان اللي هي الزاوية وبنا اللي هي الحجر فحجر الزاوية تبقى ايه بنا اوف بامان او بهمن مين هو البنة اوف بهمن هو الابن الابن والابن بالعبري معناها بن تعرفين لما يقولوا فلان بن فلان بن فلان بن فلان ما انت بتقراه في انجيل متى في الاصاح الاولاني نحشون ولده سلمون وسلمون ولده مش عارف ايه فكلمة بن معناها ابن فيبقوا التلاتة زي بعض بنا اللي هو الحجر وبامان اللي هي الزاوية وبن اللي هو الايه الابن فالابن اللي هو البن اصبح هو البنا البامان فالابن اصبح هو حجر الزاوية فالتلات كلمات هم كلمة واحدة او نطقهم قريب من بعض بيطلعوا فوق بقى يقولوا فين الحجر اللي هيربط ببعضه فيشخطوا في بعض يشخطوا في بعض يتضح ان اللي هيحللهم مشكلة هو الحجر اللي رفضوه في الاول الحجر الذي رفضاه البنقون هذا صار رأسا للزاوية فالمسيح اللي رفض من اليهود واللي رفض من الشعب والمسيح رفض مش بس الصلب صلب ورفض في فرق من صلب بس وصلب ورفض يعني على المستوى النفسي كمان رفض وعشان كده طلعوا بره عشان من الجس البلد ومن الجس ارشالي من مدينة المقدسة هذا صار رأسا للزاوية عاوزين موضوع بقى وخلي بالكم بقى قبل ما سيبها بص حجر زاوية كريما أساسا مؤسسا أساسا مؤسسا يعني ايه الكلام ده كله يعني هو أساسا هو الأساس برضو ما الحجارة بيستخدموها الحاجتين يا إما يحطوه حجر أساس وجات من هنا لما يبتدوا يعملوا مبنى أول ما يشتغلوا يشتغلوا على إيه على حجر الأساس ويعملوا احتفال وعلى فكرة حجر الزاوية وحجر الأساس كانوا زمان في الديانات الوسانية يستقبلوهم بمزيكة ويتباحوا زبائح والدم بتاع الزبائح يجي عليهم كنوع من أن الآلهة تبارك هذا البنى وتبارك هذا المعبد اللي هيبنوه أو هذا المبنى اللي هيبنوه فكان له كرامة حجر الزاوية ده هنا احنا عندنا حجرين حجر الأساس وحجر الزاوية حنشوف دلوقتي حد من غالبا بطرس الرسول قال مبنينا على أساس الرسل والأنبياء ويسوع نفسه حجر الزاوية طب احنا فهمنا أن حجر الزاوية ده بتحط فوق في آخر الأرش وحجر الأساس بتحط فين بتحط تحت أول البنى هو المسيح حجر الأساس ولا حجر الزاوية هو الاتنين حجر أساس وحجر الزاوية ليه لأنه هو الأساس به خلق كل شيء به عمل كل شيء وبغير لم يكن شيء مما كان وقال لهم قبل ما يكون إبراهيم أنا كائن إذن هو الأساس وهو الزاوية اليهود يعرفوا أنه هو الأساس لأنه هما شافوه في آدم وشافوه في لما ظهر لموسى وشافوه لما ظهر لجدعون وشافوه لما ظهر لإبراهيم شافوه كده بس ما شافوش أنه هو كمان المسلوب من أجلهم فهم خدوا حتة وما خدوش الآيه وما خدوش الثاني عشان كده هما عندهم الأساس وإحنا عندنا الحجر الزاوية بس إحنا عندنا الزاوية والأساس لأنه إحنا دخلنا معهم وبقنا منهم هما لسه مش ركبة معهم الزاوية ركبة معهم بس الاساس على انه ربنا ما يعرفوهوش خلي بالك المسيح هو الاساس والزاوية هو اللي تحت البداية خالص وهو اللي هيكمل ويصالح الحطين على بعض وهو اللي هيخلي البناء متكامل عشان كده هو حجر ممتحن ولكنه حجر زاوية كريما كريما يعني شكله حلو جدا وهو حجر اساس يتحط عليه كل كل البناء من امن لا يهرب اللي هيؤمن بهذا الحجر مش محتاج انه يخاف من الحرب ويهرب من العدو بتاع الصوت الجارف لا يهرب لانه طبعا كان اصعب شيء لما يخش الجيش مين يهرب ومين ينفد بحياته لا مش هتهرب من امن لا يهرب وبكده يبقى اللي دايما مع الحجر لانه يخلي بالكم السيد المسيح لما قال على قصة الحجر وقال اما كرأتم قط الحجر الذي رزله البناءون قد صار رأسا زاوية اقول لكم كل من سقط عليه يحصل له ايه يتردد اما من سقط عليه الحجر يسحقه فمفيش امان لو انت مش هتؤمن بهذا الحجر عاوزين انت تشوفوا موضوع حجر الزاوية ابتدى بداود اول نبوة عن حجر الزاوية في داود مزمور مية وطمنتاشر اية اتنين وعشرين مية وطمنتاشر اية اتنين وعشرين عن حجر الايه الزاوية وده هتلاقوه بيقول مزمور عارفيك المزمور مية وطمنتاشر هو مزمور الكبير ها ولا المية وطمنتاشر لا ده مية وطمنتاشر الكبير مية وطمنتاشر اصلا عشان فيه اللخبطة في النسخة الابت مية وطمنتاشر بيقول اية اتنين وعشرين الحجر الذي رفضه البناءون قد صار رأس الزاوية من قبل رب كان هذا وهو عجيب في عيوننا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب طبعا اليوم ده هو يوم الايامة نبتهج ونفرح فيه يا رب خلص اه يا رب انقذ مبارك الاتي باسم الرب ده كده تجيب بالم صندي مع يوم القيامة مع يوم المجيء التاني باركناكم من بيت الرب الرب هو الله وقد انار لنا اوثقه الذبيحة بربط الى قرون المزبح الهي انت فاحمدك الهي فارفعك احمده الرب لانه صالح والى الابد رحمته بعد كده اشعية 28 احنا في اشعية 8 احنا ارناها في اشعية 8 لو تفتكروا اي 14 اشعية 8 اي 14 بيقول ويكونوا مقدسا وحجر صدمة وصخرة عثرة لبيتي اسرائيل ويكون مقدسا وحجر صدمة وصخرة عثرة المسيح صخرة عثرة لبيتي اسرائيل عارفيني حجر صدمة صدمهم اصلا هم كانوا فاكريني المسيح ده ييجي يعمل ايه يمسك سيف ويقوله الروماني طلعه بره ويبقى هو الملك ومشي وراه في يوم حد الزعف يصرخوا وراه ويقوله مبارك الاتب اسم الرب مبارك هو ملك اسرائيل ده انت ملك اسرائيل قال لهم ملك ماشي بس سأملك على خشبة على الصليب قالوا له لا ده كده انت صدمتنا صدمتنا طبعا زي ما بنقول كلمة الصليب عند اليهود لا عند اليهود عصرة وعند اليونانيين جهال اليونانيين بقى يقولك ايه العبط ده وايه ده مش قادرين نفهم الكلام ده بتوع فلسافة اليونانيين واليهود بتوع احساس بالفخر واحساس بالتميز لانهما شعب الله المختار فكان حجر صدمة وصخرة عصر وصخرة عصرة لبيتي اسرائيل طبعا في برضو في زكريا اربعة سبعة خش معايا في زكريا ده بقى قدام في الانبياء الصغار زكريا اربعة سبعة احنا بنخش على آيات كلها اللي فيها موضوع حجر الزاوية او الصخرة زكريا هتلاقيه في الاخر خالص يمكن في الاخر خالص زكريا اربعة سبعة من انت ايها الجبل العظيم امام زور بابل تصيره سهلا فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له على فكرة لما تتقل الكلمة مرتين يبقى معناها بتتقل لحد كلام مهم وبتقل لحد يستهلها فما فيش غير ربنا هو اللي بيستهل الكرامة فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له يعني هذا الحجر هو حجر الهي عشان تتقل له كرامة كرامة له وكانت الي كلمة تربى قال ان يدي زور بابل قد اسسته هذا البيت فيداه تتممانه بص خلي بالكم اسسته وتتمم هي نفس الفكرة حجر اساس وحجر ايه وحجر زاوية قبل ان يكون ابراهيم انا كائن وانا الحاجة في نهاية الازمنة بعد كده نخش على دانيال اتنين اربعة وعشرين تفاكرين الحلم اللي شافه الراجل وكان الحلم على التمثال ابو ستة في ستة وستين تلت ستاتهم واز حجر قطع بغير يد ايه بغير يد انسان وطبعا الحجر اللي قطع بغير يد انسان ده دي نبوه للعذرة لانه المسيح هو الحجر الوحيد اللي محدش قطعه لانه ملوش تناسل قبل ما يتولد من الست العذرة دي في دانيال اتنين اربعة وعشرين هتلاقي بقى سير المسيح في متة ومرقص ولوقة التلاتة زي بعض لانهم بيسموهم الاناجيلة الازائية هناخد منهم لوقة بس لوقة عشرين لو عاوز تاخد بقية الشواهد متة واحد وعشرين تسعة وثلاثين مرقص اتناشر اية تمانية ولوقة عشرين اية خمستاشر هناخد مثل منهم لوقة عشرين اية خمستاشر اللي هو مثل ايه مثل القرامين مثل القرامين ابتدأ يقول لهم هذا المثل وبعدين بيقول لهم هذا هو الوارث هلما نقتلوا لكي سيدنا المرس فاخرجوه خارج القرم وقتلوه على السيد المسيح فماذا يفعل بهم صاحب القرم يأتي ويهلك اهو ده الصوت الجاري فهو يأتي ويهلك هؤلاء القرامين ويعطي القرم لاخرين اول ما سبعوا قالوا ايه حشل ايه عشان هما كتبوا فرسين وفاهمين لما يقول يعطي القرم لاخرين يعني انتم ملكوش لازمة من النهارده يعني الهيكل بتاعكم هيخرب يعني التفوق الديني اللي انتم عايشين فيه انتهى فعشان كده ما قدروش يستعوبوا الكلمة دي وقالوا حاشة فنظر اليهم وقال لهم اذا ما هو هذا المكتوب الحجر الذي رفضه البنقون قد صار رأس الزاوية كل من يسقط على ذلك الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه فطلب الوسائل كان والكتبة ان يلقي الايادي عليه في تلك الساعة ولكنهم خافوا الشعب لانهم عارفوا انه قال هذا المثل عليهم بعد كده هنلاقي بقى ايه بطرس الرسول في اعمال اربعة بيقول اربعة عشرة ماشي اعمال اربعة اعمال الرسول اربعة هذا هو الحجر ده بيكلم على القيمة من الاموات هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البنقون لان هما ايه هما بني اسرائيل بس هما كمان كلمة بني وبنى وبنى وحجر كلها لازع في بعضها الذي صار رأس الزاوية وليس بأحد غيره الخلاص لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص بعدين بطرس الرسول هايقولها في رسالته الثانية ايه سابعة وبوليس هايقولها في قفسوس 22 وهيقولها في روميا تسعة تلاتة وتلاتين ادي تلاتة كل دي ايات على الحجر الذي رفضه البنقون صار رأس للزاوية طيب واجعل الحق خيطا والعدل متمارا فيخطف البرد ملجأ الكذب ويجرف الماء السطارة ويمحى عادكم مع الموت ولا يثبت مثاقكم مع الهوية الصوت الجارف اذا عبر تكونون له للدوس حب حب واجعل الحق خيطا يعني ايه اجعل الحق خيطا المسيح هو الحق انا هو الحق والحياة خيط والعدل متمار ممكن ممكن احنا بقى انا دلوقتي 28 اصحاح وهو افن كتير بس نشوفها الممكن بالنبحث عنها ونطور عليها بالجوجل يعني كلمة ايه الخيط الخيط احنا داتي بنبني مش كده مش بنقول فيه عندنا حجر اساس وحجر زاوية طيب حد فيكو شاف البنائين في مصر بيعملوا ايه البناء من دول ايه اللي بيخلي انه لما يعمل بلاط يعملوا بمقاس واحد ببساطة جديدة بي يجيب خيط ويعمله الخيط لما يتشد لازم يمشي مستقيم اتبقى البلاط اورا البلاط طيب لما يطلع بالبناء قلي خلي العمود انت عارف لو العمود اللي انت بانيته ده كان فيه بس انحراف واحد سنتي في الدور الاولاني على ما تطلع للدور الرابع على الخامس الواحد سنتي ده يوصل لكم لتمانية وتسعة وعشرة سنتي فاتبص لقى البيت يقع فاخترقوا حاجة بسيطة جدا من زمان خالص انا بشوف البنائين الغلابة البسطة انه يجيب تقيلة تقيلة ويربوتها بخيط ويقوم ما سككت فاللي يحصل للخيط الخيط يتشد لتحت ما تجيش تقول لي يعمل زاوية قايمة مع الارض اصلا لو عمل زاوية قايمة مع الارض الارض نفسها ممكن تكون مائلة فلو الارض مائلة لو هتعمل معها زاوية قايمة بقى البناء اللي انت هتطلعها يطلع ايه وده اللي عملو في بورج بيزا المائل اللي ما حاتش عارف ازاي انه هو ما وقعش هالذوقت بس ما يقدروا يعملوا اي حاجة تانية غير كده لو الا البيوت هتقع فبيجيبوا الخيط مع التقيلة ويسبو كده يبقى معناها انك انت ممكن تطلع بالحيطة ايه كده تبقى الحيطة طالعة العمود طالع فعلا عمود فما ينحرفش لكده ولا كده يعني انا هوريكم في الحاجة كده بسيطة ادي المتمار اهو فين ممكن اه هو ده المتمار بالزبط هو ده هتققل من الرصاص مع خيط تتشد كده تتحط على الحيطة فيطلع الطوبة ورا الطوبة ورا الطوبة لما يبني دور ورا دور ورا دور ورا دور يطلع العمود ايه واقف على حيله مستقيم ما يبقاش ميل لان لو ميل مع الحمل اللي شايله يحصل انه البيت يقع بسهول اوكي ده اسمه الخيط او المتمار على فكرة في اللغة العربية يقولك هو على متمار ابيه يعني ايه هو على متمار ابيه يعني يعني اخلاق 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 ابوه فلو ابوه حلو هيطلع هو ايه هو هيطلع حلو وعلى فكرة المتمار هو الامام انت عارفين الامام هو او الرباي هو المعلم اللي احنا بنمشي ايه بنمشي عليه بصوا بقى ايام اليهود كان كل واحد بيقول حاجة ودينا شفنا بعض الكهنة وبعض الانبياء قد ترنحها بالايه بالخمر يبقى لازم ييجي واحد يبقى هو الخيط ويبقى هو المصطرة وكلنا نقيس نفسينا ايه علي مظبوط عشان كده وقالوا لما انتأتي من قبل هالعصارات وقوعوا وطبعا بقول لكم معاني انا بصورة شخصية قوع اتاخد مثال وتقول زي ما ابونا بيعمل اعمل زيه لانه بصراحة حتلاقي عندي ضعفات مالهاش حل ولانه مفيش حد في الكنيسة قال تعلموا مني غير واحد بس تعلموا مني لانه وديعوا متواضع هنا تقدر تقول هو ده ابونا بجد هو ده لا تدعو لكم معلما هو فعلا المعلم اي معلم تاني خد منه حتة كده حتة وسيب الحت خد حتة حلوة وسيب الحتة الوحش ممكن تلاقي حتة حلوة فيها لكن اكيد هتلاقي حتة توحش كتير نما الوحيد اللي هو الخيط اللي تبني عليه المسطرة اللي تزبط نفسك عليه هو مين هو المسيح عشان كده اذا كان هو حجر الزاوية فهو ايضا الخيط والمتمار واجعل الحق خيطا والعدل متمارا المتمار كلمة متمار دي اللي هي بالانجليزي بلومت بس الكلمة متمار دي كلمة بالعبري وبالعربي فيخطف البرد ملجأ الكذب الناس بقى اللي مش عاوزة الخيط ومش عاوزة تزبط نفسها على المسيح ومش عاوزة حجر الزاوية ايه اللي بيحصل لها بتحاول تلجأ لنفسها تستخبى تستخبى من الغضب تستخبى من الدنيا تستخبى من الحق فيخش في حتة كده حيجي ربنا ملجأ الكذب يعني في ناس يقولك نستخبى من المطرة لما المطرة تمطر ويجي السيل تلاقيه غرق غرق الحفرة اللي هم عاديين فيها ويجري في الماء السطارة السطارة يعني مكان السطر بالانجليزي the hidden place لانه لما بييجي الفلد بيغرق الايه بيغرق الكل فحتى اللي فاكر نفسه كان هيستخبى بالطول الميا وهخلي بالكم هنقرى دلوقتي على مرتين ربنا مرة جاب البرد وجاب الماء ويوم حعهدكم مع الموت مش انتو عاملين عهد مع الموت ملوش لازمة ولا يثبت مثاقكم مع الهاوية الهاوية اللي انتو فاكرينها هوية مش هتفيدكم الصوت الجارف اللي هو يوم الرب اذا هتسميها بالعهد المسياني او بالظروف التاريخية لما جات لهم البابل ودخلت عليهم الصوت الجارف اذا عبر تكونون له للدوس هيدوس عليكم ويقى ويخلص عليكم لانكم ترنحتم بالخمر كلما عبر يأخذكم فانه كل صباح يعبر في النهار وفي الليل ويكون فهم الخبر فقط انزعاجا يعني ايه الكلام ده لو اعتبرتها على شعب بابل شعب بابل معداش مرة واحدة على ارض الشليم انما كان رايح ايه جاي عارفين ليه لانه ارشاليم في الطريق الى مصر وفي الطريق الى شمال افريقيا وفي الطريق الى كوش وشعب بابل استعمر الاول فلسطين بما فيها ارشاليم وبقى نازل طالع كلما يطلع حرب يعدي ايه يعدي عليهم كلما يلاقي شوية عيال كانوا عيال وكبروا يموتهم او ياخدهم معاه في السبي فكأن العقاب بتاعرب بنا مش عقاب يوم واحد لكن عقاب ممتد وطويل ومتعب متعب بيقول فهم الخبر فقط انزعاجا يعني مجرد انك تسمع بالخبر تنزعي ده على مستوى الظرف التاريخي لو عاوز تاخدوا على مستواك ومستوية الروحي الموت اللي احنا فاكرينه سهل ده هيجينا كتير كلما عبر يأخذكم احنا بنموت مع كل واحد بيموت مش عارفين كده انتو ولا ايه مش عارفين ان كل واحد بيموت بياخد حتة منا مش عارفين ان الموت ده لو سبناه يخوفنا هنموت مئة مرة قبل ما نموت انما بالمسيح احنا ما نخافش من الموت اين شوكتك يا موت اين غلبتك يا هوية انما لو بضعفك البشري فكلما عبر يعمل فيك ايه يأخذكم فانه كل صباح يعبر احنا كل صباح ممكن نسمع خبر حد مات في النهار وفي الليل ويكون فهم الخبر فقط انزعاجا يعني مجرد ان احنا نسمع ان حد غالي علينا مات احنا بنموت ده انا بقول يا طبها اللي مات لانه اللي مات راح عند مين عند ربنا سابلنا احنا بقى لإيه قلم الانفصال واللي يموت ويسيب حد صغير ولا يسيب ام تتقلم من اجله صعب ويكون فهم الخبر فقط انزعاجا فما بالكم الواقعة نفسها اذا كان الخبر نفسه متعب عشان كده لا خلاص الا في حجر الزاوية وحجر الاساس اللي هو الخيط والمطمار اللي قال عن نفسه انا هو الحياة لا حياة الا في المسيح تكونون له للدوس كلما عبر يأخذكم فانه في كل صباح يعبر في النهار وفي الليل ويكون فهم الخبر فقط انزعاجا لان الفراش قد قصر عن التمدد والغطاء ضاقة عن الالتحاف هتعملوا ايه على رأي المثل يعني العين بصيرة والايد قصيرة زي ما بيقولوا لكن هتقول على قد لحافك مد رجلك مش بيقولوا كده على قد لحافك مد رجلك طب اذا كان بقى لحافك جاي لحد وسطك هتمد رجلك فايه هتنام ساعان هو ده حال الناس اللي مش متغطية بنعمة ربنا فالفراش قصرة على التمدد والغطاء ضاقة عن الالتحاف بينايموك على حتة فراش رجلك مدلدل فمش قادر ترتاح مش قادر ترتاح مفيش راحة بعيدة عن المسيح بيغطوك بالحاف في عز الساعة مش قد جسمك فنص جسمك عريان فمش قادر تتدف لا دفة ولا راحة بعيدة عن ربنا بد عنكم المساجين لما كنت أزورهم ما عافش تعرفوا كده ولا عشان انتوا بس بتناموا في بيوتكم وعلى سراتكم وعلى سراتكم المسجون من دول لما يخش بالذات في السجون المصرية يعني اللي كانت مكدسة وما زالت مكدسة كان يقول يا ابونا صليلي وكان من الأسئلة اللي دا من الأسئلة للمسجون ما اسألوش انت جريمتك ايه لانه ما يصحش يعني ما يصحش أقزيه وأجرحه وأقوله انت قتلت ولا مشيت في المخدرات ولا ما ما قدرش نعم لو حيث اللي كنت أحب أسأله عليها عشان اتطمن عليه هقوله كان بلاطة دلوقتي فيقول لي بلاطة وربع يا ابونا بلاطة ونص بلاطتين تلاتة دي البلاطة يعني المكان المسموح له ينام فيه لأنه عشان القوضة ديئة فالمسجون أول ما يخش له بلاطة الواحد فينا علشان ينام محتاج أربع بلاطات عشان الواحد ينام طول الليل يبقى أربع بلاطات فلو انت تدوك بلاطة يبقى معناها انك مسموح لك تنام ربع الليل يعني أنام ساعتين وبعد ساعتين يصحوني عشان أقوم أقف علشان واحد يمد جتته وينام فكأن الليل محتاج يتقسم على ايه على أربع تنفار عشان كل واحد فينا له بلاطة في الزنزانة السينيور اللي هو بقى له كتير مسجون بعد بقى عشر خمستاشر سنة يبقى هو ايه في توة الزنزانة في توة الزنزانة ده بعد عشر سنين يبقى من حقه ياخد أربع بلاطات فينام الليل بطوله إنما الجداد مش بس مساجين هم يناموا ربع الليل بعد شوية ياخد نص الليل بعد شوية شوية يعني تلات اربع سنين ياخد تلات اربع الليل فين بقى على لما يخش في عشر سنين أو خمستاشر سنة ما كانش خاد إفراج يعني ومالحقش ينام طول الليل يبتدي ينام بقى الليل بطوله لو كان واخد تأبيه الفراش قصر عن التمدد ما عندهم ش مكان انهم يمدوا طبعا بقوله كم ده بس عشان انتو ساعات يعني حتى انهم بيصاب عليكم نفسيكم بتقول الهيت بايز ده كفاء ان احنا نايمين على سرير الفراش قد قصر عن التمدد والغطاء عن التحاف ربنا بيقول هتبقى لا في راحة ولا في برد جبل فرسيم يقوم الرب وكما في الوط عند جبعون يسخط ليفعل فعله فعله الغريب وليعمل عمله عمله الغريب ايه ده ايه الحكاية هنا احنا هنا عندنا اسمين جبل اسمه جبل فرسيم وحادثة تانية اسمها الوط عند جبعون وربنا عمل فعل فعل غريب عمل 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 غريب نفتحهم جبل فرسيم هتلاقوا القصة دي في سمويل التانية اسحح خمسة آية عشرين ودي حصلت مع داود اما القصة بتاعت جبعون حصلت مع يشوع يشوع عشر عشر طيب موضوع جبل فرسيم ايه اللي حصل بقى في جبل فرسيم نفتح سمويل التانية سفر سمويل التاني اسحح خمسة سمويل التاني ده قدام خالص بعد اصفر موسى هيجي يشوع وبعد يشوع يجي سمويل الاول وصمويل التاني سمويل التاني اسحح خمسة اول ما داود اتعامل ملك يا جماعة اول ما مسحوه ملك يعني لسه بقى ملك مين اللي مش هيقبله ان داود يبقى ملك الفلسطينيين عملوه ملك بعد موت شاول يعني هو اتعامل ملك مسح من سمويل لكن فضل ملك من غير عرش لكن جلس على العرش بعد موت شاول بعد ما جلس على العرش اسحح خمسة اي 17 سمع الفلسطينيين انهم قد مسحوا داود ملكا على اسرائيل فصعد جميع الفلسطينيين ليفتشوا على داود عوزين موتوه ولما سمع داود نزل الى الحصن بيستخب منهم وجاء الفلسطينيين وانتشروا في وادي اسم وادي الرافقين وسأل داود من الرب قائلا داود بيسأل ربنا بيقوله اصعد الى الفلسطينيين اتتفعهم ليادي جميل اوي داود ما بيعملش حاجة غير لما يسأل ايه ربنا عشان يضمن النجاح مش بيبقى بمزاجه شاول كان بيمشي بمزاجه فاكرين اتتفعهم ليادي فقال الرب لداود اسعد لاني دفعا اتفع الفلسطينيين لياديك فجاء داود الى بعل فراصيم وضربهم داود هناك وقال قد اقتحم الرب اعدائي امامي كاقتحام المياه واخدين في بالكم الكلمة دي تكررت كم مرة اقتحم مرتين قد اقتحم الرب كاقتحام المياه عارفين كلمة يقتحم بالعبري اسمها فراصيم فعشان كده سموا المكان ايه فراصيم لان الرب اقتحم اقتحام لذلك دعية اسم ذلك الموضع بعل فراصيم يعني مكان فراصيم مكان الاقتحام وتركوا هناك اصنامهم فنزعها دول الفلسطينيين فنزعها داود ورجاله ثم عاد الفلسطينيون فصعدوا ايضا وانتشروا فواد الرفائين مرة تاني فسأل داود من الرب فقال لا تسعد ايه شو معنى المرة فات يا رب هو حر ربنا مرة يقولك اطلع ومرة يقولك ايه ما تطلعش لا تسعد بل در من ورائهم لف من ورائهم وهلما عليهم مقابل اشجار البكة اشجار البكة اللي هو الميلبري تريز يعني نوع من الاشجار وعندما تسمع صوت وعندما تسمع صوت خطوات في رؤوس اشجار البكة حينئذن احترس لانه اذاك يخرج الرب امامك لضرب محلة الفلسطينيين ففعل داود كذلك كما امره الرب وضرب الفلسطينيين من جمعين من جبع الى مدخل جازر من جبعون يا قدس جبع اللي هي لا جبعون التانية لا دي جبع موجودة في اخبار الايام الاولى 14 المصر يا قدس اللي بيتقوله موجود في اخبار الايام الاولى بالتفصيل هي نفس القصة دي طيب انا بس عاوز اوضح على حاجة ايه حكاية الصوت بيقوله لما تشوف صوت لما تسمع صوت قدامك اعرفين ايه الصوت دا انه ربنا نزل عليهم تلج هيل فلما البرد نزل عليهم البرد لما بينزل على الشجر بيعمل ايه بيعمل صوت فلما عمل صوت ربنا قال لي داود خش انت بقى الخيمة بتاعتك واسبني انا ابوز عليهم الدنيا بالتلج اللي هينزل عليهم يكسر روسهم ويخوفهم من الايه من الحرب ماشي زي ما قال استاذ جوزيف استاذ وجيه اخوة استاذ جوزيف القصة نفسها برضو موجودة مرة تانية في اخبار ايام تعالوا نروح ليشوع عشرة عشرة احيانا ربنا بيحب يطول باله واحيانا عاوزنا احنا يختبرنا في الطع عشرة عشرة يشوع كان يضوبك لسه في الجبعونيين اهي خدمة خضيعة الجبعونيين حصل انه كل خمس ملوك نخليكوا في اية خمسة فاكتمع ملوك الاموريين الخمسة ملك ارشاليم ملك حبرون ملك يارموث ملك لاخيش وملك عجلون وصعدوا هم وكل جيشه ومنازوا على جبعون وحاربوها فارسل اهل جبعون الى يشوع الى المحلة في الجلجال يقولون لا ترخي يدك عن عبيدك اصعد الينا عجلا وخلصنا واعنا لانا قد اقتمع علينا جميع ملوك الاموريين الساكنين في الجبل فصعد يشوع من الجلجال هو وجميع رجال الحرب معه وكل جبابرة البأس فقال الرب ليشوع لا تخافهم لاني بيدك قد اسلمتهم لا يقف منهم بوجهك محدش هيوفق قدامك فيأتي فأتى اليهم يشوع بغتا فصعد الليل كله من الجلجال ازعجهم الرب بعدين بيقول اي 11 وبينما هم هاربون من امام اسرائيل وهم في منحدر بيت حرون رماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء الى عزيق فماتوا حنا ايذن نكلم يا شوع الرب يوم أسلم الرب الامورين امام بني اسرائيل وقال امام بني اسرائيل يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي ايلون فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقمر الشعب من اعداءه ليس هذا مكتوبا في سفر ياشر فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل الشمس فدلت وقفة ومرضتش تغيب علشان هم ينتصروا في الايه في الحرب دي معجزة معجزة انه ينزل عليهم الحجارة وانه يخلي الشمس لا تغرب لما يشوع قال ما تخلوش الشمس تغرب فربنا عاوز يقول انا عملت عجايب نرجع تاني بقى لاشعية 28 احنا في اية 21 28 21 لانه كما في جبل فراسيم ساعة مربنا عمل معجزة مع داود وكما في الوط عند جبعون لما عمل معجزة مع يشوع خلي بالكم يا شوع قبل مين قبل داود بكتير عند جبعون يسخط ليفعل فعله فعله الغريب وليعمل عمله عمل الغريب كلام خطير جد ليه ربنا عاوز يقول لهم فاكرين يا ولاد لما عملت معجزات ودفعت عنكم وعملت عمل غريب في فراسيم وفي جبعون انا انا نفسي ربنا في نفس نفس المكان دا هعمل عمل غريب بس مش عشان احميكم علشان اقدبكم وكأنه ربنا العجيب دا قدامك حلم الاتنين يا يبقى المحام بتاعك فتشوف معجزات وهو يحميك يا إما يبقى المؤدب بتاعك فتشوف عقاب وهو بيعقبك تحب يبقى عليك ولا تحب يبقى معاك عشان كده دائما يقولوا يكون معاك ما يكون عليك وعشان كده يبقى حجر ها انت تحتمي فيه ها ولا انكش لا تقع عليه ولا يقع عليك عشان كده يا ربنا بيقولهم اذا كنتم مستغربين ان عملت عمل عجيب ضد اعدائكم ما تستغربوش ان اعمل عمل عقاب ضدكم انتم فالان لا تكونوا متهكمين متهكمين يعني ايه مستهزئين ماخدينها كده lightly فاكرنا حكاية يعني ممكن تعدي فالان لا تكونوا متهكمين لإلا تشدد ربطكم يعني انتم في مشكلة والحكام كالكعة فساعات الواحد يجي وهو بيفك العقدة بدل ما يفكها يعمل ايه يبوازها اكتر يبوازها اكتر او لو انكم فكرين انكم بالهزء بتاعكم وبالتهزيق بتاعكم في كلام ربنا ان الحكاية تتحل ده الحكاية هتتعقد تشدد روبطكم لاني ده بقى كلمتين اللي جيين دول بيقولهم اشعية للشعب عن ربنا لاني سمعت فناء قضى به الرب فناء فناء يعني مش فناء لا فناء الفناء اللي هو الوسعية الفناء اللي هو ايه الدمار لاني سمعت فناء قضي به ربنا امر به اللي هو يوم الدينونة من قبل السيد رب الجنود على كل الارض وكأنه انتصار شعب بابل على شعب في اسرائيل في ارشاليم هو يوم مصغر من يوم الايه من يوم الدينونة فالان لا تكونوا متهكمين اوعكم تتهكموا لما ده ده في ناس كانت يعني معروف عن الانبر ويس ومعروف عن يعني امبر برسوم العريان الاتنين دولت بالذات كانوا يترعبوا لما يسمعوا الانجيل الدينونة ويترعبوا لما يجي يتناولوا واحنا احيانا بنبقى متهكمين واحيانا بناخد الكلام بخفة وناخد الكلام وكأنه مالوش كلام يعني مش حقيقي ان شاء الله يعني مرة جاية نكمل موضوع اسمعوا واصغوا لصوتي انستوا واسمعوا قولي لإلهنا المجدد دائم إلى الأبد أمين حتى عنده أي سؤال ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر